السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة ان شاء الله سوف نقوم بالتعرف على طريق التغيير رمز البين الخاص بالدردشة على المسينجر او على الفيسبوك الخاص بالرسائل اذا كان يومك الامر فتابع معي اشرح في البداية سوف نقوم بالدخول الى حسابنا على الفيسبوك مثلا انا سوف استخدم فيسبوك لايت هو الذي سوف اطبق عليه الطريقة فالعملية بسيطة جدا بعد الدخولك الى حسابك على الفيسبوك تذهب الى الرسائل بهذا الشكل بعد الذهاب الى الرسائل تذهب مباشرة الى الاعدادات الخاصة بالرسائل بعد ذلك هنا سوف يعطيك مجموعة من الاقسام الخاص باعدادات المراسلات كما تلاحظون معي هنا هنا بالنسبة لحالة النشاط كذلك هنا اشعارات المراسلات طلبة المراسلة الارشيف وكذلك خصوصية والسلامة هذا هو القسم الذي يهمنا هو القسم الاخير السلامة والخصوصية ننقر عليه بهذا الشكل هنا سوف يعطيك ايضا مجموعة من الاقسام القسم الذي يهمنا هو التخزين الرسائل ننقر عليه بهذا الشكل بعد ذلك سوف يعطيك ايضا هنا مجموعة من الاقسام وكذلك كما قلنا الأمور المتعلقة بالتخزين والمراسلة فبالنسبة للرسائل التي أتلقها يوميا على قناتي على اليوتوب أو كذلك على الانستغرام وهي مشكلة البين فالبين إذا أردت أن تقوم بتجاوز يمكنك أن تقوم بتجاوزه بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل كذلك إذا أردت أن تقوم بإيقاف تشغيل التخزين الآمن يمكنك فقط أن تقوم بالنقل على التخزين الآمن أو إنهائه في حالة ما إردت أن تقوم بحتفه هنا لديك خيارين خيار الأول أن تقوم بعملة إيقاف التخزين الآمن ثم كذلك هنا لديك هل تريد حدف التخزين الآمن وإيقاف تشغيله يمكنك أيضا أن تقوم بالنقل على المتابع يمكنك أن تقوم بإيقافه نهائيا أما بالنسبة لأنا فأفضل أن يبقى أو أريد أن أقوم باستخدام هذا البين في الدردشة الخاصة بي حتى أقوم بحماية المراسلات الخاصة بين الطرفين وكذلك حتى من المتطفين والآن كيف نقوم بتغيير كلمة سير أو عفوا تغيير رمز البين كل ما عليك في عقوة أن تقوم بالذهب إلى إعادة تعيين رمز البين بهذا الشكل وهنا سوف تقوم بإدخال البين الجديد ستستخدم رمز البين هذا للوصول إلى الدردشات على الأجهزة الأخرى يرجو اختيار شيء يمكنك تذكره هنا سوف تقوم بإدخال البين يمكنك تذكره على سبيل المثال سوف نقوم بكتابة 1-2-3-4-5-6 سوف نقوم بإعادة تأكيد رمز البين الخاص بك 1-2-3-4-5-6 إذا لاحظتم معي هنا قمنا بتغيير رمز البين دون طلب الرمز البين القديم يعني الطريقة سهلة وبسيطة جدا كما تلاحظون إخواني الكرام كما تلاحظون في العملية بسيطة وسهلة جدا من أجل أن تقوم بكما قلت إخواني الكرام تغيير كلمة سير الخاصة برمز البين على الفيسبوك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نرى إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو الاشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقة قادمة بحول الله